تعرضنا بقى جدوى للمطشات المتبقية كده ونشوف المطشات جدوى الجميل في حاجة مان نقطة برضو نعرض الصورة ايوا دي دي المنادي النادي الاهلي عنده 45 نقطة من 19 مطش نادي بيرامدز برضو عايزين نشوف مطشاته ايه المتبقية لود والمنافسة هتبقى ازاي بيرامدز عنده 62 نقطة من 25 مطش صحيح المطشات المتبقية لبيرامدز الاول خلييني نبدأ ببيرامدز خلاص اول حاجة سموحة يوم 28 يونيو بعد كده زد يوم 2 يوليو لا 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 قبل ما تكمل 28 يونيو اول مباراة اخر مباراة لعبها امتى اخر مباراة لعبها امتى ايه امبارح امبارح اللي هو كم اللي هو 24 23 23 مع المأولين 5 تيام بعد كده 2 يوليو اه فرق التوقيت يعني بعد كده زد. باشوا بفوت عندو 28 سموح. ماشي م لو باشي. 28 اول ماشي سموخ. بعد كده زد يوم اتنين يوليو. بالظبط كده. تمام? بعد كده ست ايام ويلعب الاتحاد السكنداري. خلق ست ايام. ست ايام وبعد كدهiber. بعد كده اربع ايام ويلعب النادي الاهلي. اربع ايام يومو 12 يوليو. بعد كده. اتناشر يوليو قابل بس معلش. خلينا نقطف عند اتناشر يوليو. اللي هي مباراة الاهلي. وابرهامات. بصوا بالنحة تانية سعيد هنا بالتقارن الاهلي أيو بقى برامتز حيلغب أربع متشاط اللي هو 28 يوليو 2 يوليو 8 يوليو 12 يوليو أخرهم ماتش الاهلي حلو جدا في كم يوم؟ من يوم 28 يوليو اليوم 12 يعني يومين و 14 يوم في 14 يوم حيلغب أربع متشاط تمام؟ تمام؟ نيجي بقى للنادي الاهلي من 28 برضو حيلغب فاركو يوم 28 يوليو حيلغب طلاق الجيش ممكن نجيب جدوى المتشاط الاهلي 28 يوليو مع فاركو طلاع الجيش 1 يوليو الدخلية 4 يوليو طلاع الجيش 8 يوليو برامز 12 يوليو يعني 5 ماتشات 5 ماتشات في نفس عدد في نفس عدد الايام هنا 4 ماتشات في نفس عدد الايام بس الميزة عند الاهلي ربما ان الاهلي ريح من الدخلية لفاركو اسبوع بسبب عدم لعب مباراة نادي الزمال الجراء قبل فاركو بكنا احنا هنا بنتكلم من مباراة فاركو هي الميزة الوحيدة في جدول الماتشات ده بس ان الماتشات كلها مفاس سفر للاهلي يعني كلها في مصر كلها في القاهرة يعني استاد القاهرة مع فاركو السلام بس انت برضو خلي بقى 5 ماتشات مقابل 4 ماتشات تمام تعال بقى اكمل الجدول عندك بعد كده البرامز حيلاعب النادي الاهلي يوم 22 يوليو بس عنده يوم 15 الكاس ماشي بس حيلاعب مريخ حيلاعب المريخ يبقى انت عندك 12 و 15 و 22 بالزبط تمام النادي الاهلي عنده برضو ماتش في الكاس الالمونيوم الالمونيوم يوم 19 يوم 19 وعنده مودرن فيوتشر يوم 16 يوليو في الدور وبعد كده 19 يوليو شوف الفارق وبعد كده 22 مع بيرامز بصراحة جده صعب بس كده معناها ايه لو احنا برضو بصينا انت عندك ماتشين النادي الاهلي مع بيرامز يعني يوم 22 يوليو حيبقى بيرامز اللي هي بكم خمس ماتشات على الماتشات اللي عنده اللي هي 25 ماتش 30 ماتش حيبقى بقيله 4 جولات بس انت بقى حيبقى بقيله منهم جولتين في شهر يوليو وجولتين في اللي هم الختام هم عاملينهم في نفس المعاد في اغسطس حسابين وقت حلو